بيوت غير ملائمة للعيش الكريم انعدام للغاز واهتراء للطلقات هذا هو حال الحي القزديري بقرية ثامر التابعة لبلدية لبويرة معاناة ما بعدها معاناة تعيشها قرابة الثمانين عائلة هنا منتظرين الفرج منذ أكثر من خمسة عشر سنة من ينظر وتكلمنا وراء ننعيش تحت تيرنيت الممنوع دوليا احنا مزلنا سكن انتحتها ولادنا يلعبوا في الغرقاء راهم مراض طوان بالكلاب حشك السامعين جميع الأمراض اللي شوفها راهم توفرها عدنا هنا قد هذا جئت لنا سكنت لنا يعني ضقافي عمري ستة وعشر سنة ما كاش لا سكنها لاحتاجها رغم المرسلة الكثيرة للسلطات مطالبين فيها بترحيلهم لسكنات اللائقة أو تسويات أرضية الحي القزديري لكن بدون جواب نطلبوا سلطة هذا تنظر لنا يعيشوا محطار مين في البلد هذه راهم متى عليها مليون ونصف شاهد هذا يسويونا الوضعية عدنا يسويونا الوضعية ولا يعطونا سكن لائق وهذا ولادهم ما مش ولادنا راهم ولاد الجزائر يخي سنسالوا عنه بتزير هذه رئيس بلدية البويرة قال بأن الملف مطروح على مكتبه وسيكون لذي حق حقه راهم تقريبا في ثمانين وموش بني فوضاوي قال القديم اللي راهم كي مالحواش هنا انت عبويرة ولا في وسط المدينة ولا ونقدرون نلقا وقطعات أرض باش نبنيوا لهم الأخر ثم ما كوي روحوا ترجمة نانسي قنقر